ما رأيك في القصة التي سمعتها أنها قد؟ الحقيقة أنا مصارة جداً من البنوتة الجميلة التي عندها عشرين سنة التي واضح أن أي شاب يتمناها وعندها رغبات من اللي إحنا قرناها أنا وحضرتك ما رغبات؟ عايزة تخلف، عايزة يبقى عندها حياة، عايزة يبقى عندها زوج يحبها، عايزة يبقى عندها سند، عايزة يبقى عندها بيت وأمان فحكايت بقى أنها تسرعت لا أنا أول قبل ما نقول تسرعت، لما عوز الطلبات دي لازم أدور على حد عمل إزاي عشان يحقق لي أو تفلفل الطلبات دي حد مناسب يعني إيه مناسب؟ يعني كل واحدة كل فولة ولا كيان فبالتالي النهاردة علشان أقول أن فلان مناسب لفلانة، لازم يبقى في مواصفات بيكملوا بعض، سواء بقى في الكباع، في الشخصية، في السن لازم يبقى شبه بعض أو مختلفين عن بعض؟ يعني التكافؤ يمشي إزاي؟ في قوانين بتقول أنه opposites attract العكس دايماً بيجذبنا لما يكون حد عكسنا في كل حاجة فمثلاً لو أنا مهارجل وما بصحاش في موعيدي، أتجذب لشخص دقيق، بيجي قبل ما عاده بربع ساعة، منظم، هيساعدني بحيث أن دا الشيء اللي ناقصني هل دا هيساعدني؟ يعني هو بيبقى شايف أنه هيساعدني؟ والطرف اللي هو بقى الدحك عليه أو بيقوله بالعربي أنه اللبس في حد عشوائي، مش منظم، وي وي وي، دا بيبقى تكافؤ؟ دا بيبقى عايشين سعداء مع بعض؟ لقينا أن البرجل لما بيبقى واسع قوي، بيتخنقوا، وبتبقى الحاجة حيني، لما بيكون هو مهارجل بس مش مهارجل قوي، منظم بس ما عندوش بقى وسواس التنظيم هفوات يعني ممكن تعدي منه فلما بتبقى المسألة مش مبالغ فيها الفرق، البرجل مش واسع، الأمور بتمشي كويس، لما لما بيكون هو في آخر البرجل من هنا، وهي في أوله، فبالتالي لا، دول ما بيقربوش من بعض